صباح خير إذن دائماً موضوعنا هو التغذية في دمنا الفقرة الخاصة بالتغذية نعم كنا بدينا الحديث على الألبان يعني المنتوجات المشتقات الحليب وتكلمنا على البن البلدي يعني هذا البن دي المخير ولا بأس يعني نذكره بعد المزايا لأن البن كيختلف عن الحليب بالنسبة لناس اللي عدم أمراض بحال أمراض القلب والشرائيين بحال الناس اللي عدم السنة والناس اللي مخصوش الكوليستيرول وبكش ناس اللي مخصوش يأخذوا الدسين الحيواني لكن البن كتكون الزبدة زولوها منه يعني مفيش الدسين قليل يعني كيبقى واحد الأتر ديال الزبدة على حسد يعني النساء كيفاش من اللي كيصيبوا هاداك اللبن كيفاش واش كيصفيه ولا غير كيجمعوا الزبدة بيديهوم ولا بشي حاجة يعني كيبقى واحد شوية ديال الزبدة يعني ما كيدرش جوج يعني جوج احتل 3-3 جرامات احتل 5 جرامات اللبن ما يعني مدرش اللبن كيلاحظوا الناس يعني الحموضة ديالو وانا في حمض اللاكتيك وانا هاداك السكر كيكون تدمشي شوية احتل ناس اللي كي عندهم مشكل ديال اللاكتوز اللبن ما كيدرسليوم ايزعاج بحل الحليب وكذلك يعني الفيتامين بحل فيتامين بأت نين وبأت مع شركة زاد لانا البكتيريا اللي بنياء هي اللي كتنتج يعني هادا الفيتامينات ولدالك هو اللبن اذا كان مزيان غير كيما قلت يعني يكون شوية شروط صحية مراعات وتكون المسائل نظيفة هو يعني جيد الاطفال لماذا لأما هاد مكونات ديال فيتامين بأت نين وبأت ناشترا كذلك المكون الكالسيوم لانا الاطفال محتاج الكالسيوم بكثرة والكالسيوم فوسفور هو يعني ديال البن كيتمتص يعني بسهولة وبيصور عليه انه على شكل فوسفو كافينات هو كالسيوم عضوي كان مشتقات اخرى يعني كتيرها كانوا الناس كيوجدوها مع الاسف شديد مقرش يعني الناس كيعرفوا لهاد الطاقة فدات شوية كتنداتر كانت الكليلة لكنا كنسموها الكليلة كان الناس كيصيبوها ويا الكليلة كتجي بعد البن يعني من اللي كيمخضوا الناس هاداك الرائد كياخضوا البن والزبدة الزبدة كانوا كيجمعوا هادا شي من الحوات والاسمن وهاد اللبن من اللي كيقدام كييحماض بزاف كانوا كيسخنوه شوية عالنار كيسخنوه تتيجمع وكيصفيوه كاكسخون وكيصيبوه منه الكليلة نعم يمكن مقف بعض المناطق المغربية ولكن مشيف فكل المناطق نعم سيتان فروماج بلون وهي الكليلة كتجف ممكن يجفوهات واللي حتى المسحوق لان ما في اجد داثيم هادا من توجهات الحاليب ممكنش يجفوها ولكن كليلة ممكن تجفوه غير يعني يفرقوها لديهم يديروها في شي طبق ولا شي حاجة ويديروها في شي مكان يغطوها بشي زيف باش ما يعني يتوسخش بالغبار وممكن يبسوها وطيبس وتولي دقيق يعني تكهال علاش لان هاد الكليلة هدي جيدة لان اولا مساج داثيم تانيا فيها البروتينات ديالها بذوق يتهدموا ويعني هاد الحومو دا تبقاش شوية ويعني يعني يجيدا النساء وجيدا الاطفال الا كانوا الناس يعني يخلطوها مع بعض المكونات الاخرى فهي يعني مهمة جدا في التغذية خصوص تغذية الاطفال والنساء يعني النساء اللي كيردعو لماذا لان هاد البروتينات هادو محتاج لهم هاد النساء اللي كيردعو ولاش لانه كيعطيه واحد الكمية للحليب وخصوم البروتينات يعني هاد الكليلة كانوا الناس كيخلطوها مع بعض الاشياء مثلا المناطق الجنوية كانوا كيخلطوها مع التمر مطحون وكتولي يعني احسن ما يمكن له احد ياخذو لانه كتزادوا الالياف ديال التمر مع السكرية ديال التمر كيتزادوا على المكونات للحليب وهذا شيء جديد كانوا حد المنطقة دوجدة كانوتا هما كيديروها مع التمر يعني وجدة كيديرو الزمدة البلدية مع التمر يعني كيسموه الاقط هذا ولكن هاد كلها يعني واجدات مغربية كان الناس الكنيلة كان كل شيء الناس كيأكلوها من شيء بعض المناطر كان الناس كون بمكي يعني يحضر البن ممكن يحضر الكنيلة لانها سهلة في تصنيع دياله يعني فتهي دياله سهلة غير البن من اللي حماد سخنوه ويصفوه بشي يعني توب ابيض ملك هادك الشي اللي بقاع كي يخليوه اما يتكال هكاك يعني فريق يعني هكا يتكال طريق ممكن يتخزن في البوروذة لمدة اسبوع واسبوعين وهو يتكال بالملعقة يتكال بحالة الناس كيأكلو شيء كريمة وهو كما قلت يعني جيد غير علاش لانك تكون فيو احد الحوم وبنزيانة وما كيكونش فيه الداثين يعني الداثين كي يقهن الناس ما كيخليو مش يأكلو وهاد المكون هو مكون بروتيني بانتياز مكون بروتيني وهو المنتوج الوحيد ديال الحليب اللي مفيش الداثين اللي كنفصله الداثين وكيبقوا غير بروتينات الحليب خالصة يعني ملي كيسخنوه على النار طبعا مكيبقوش في بعض الانزيمات وبعض الاشياء بحالة LPL وبحالة LPL وكيبقوا فاته كيمشيو علاش لان الحليب اللي كنفخنوه مكيبقوش في الانزيمات ولكن كيبقى يعني نافع وهاد المنتوج ديال الكليلة كما قلت يعني هو كان خاص بدوال المغرب العربي لانا كينو احد المنتوج في ميصر كيسمي الكوشك ولكن المغرب العربي هما يعني هاد المنتوج هدا كيعرفوه جيد وما زال كيستهلك فد البلدان يعني المغرب باقين بعض المناطيق ولكن كيعرفوه هاد المنتوج يعني المغربة كيعرفوه الكليلة غير الى تحت لهم الفرصة يكون عدهم شينبن وحماد مرميوش يديرو لي واحد التتمين غير يسخنوش ويحتى على درجات 60-70 حيجمع يصفيوه ويصيبوه منه الكليلة وهاد المنتوج هداره جيد للاقفال لانا حتى الى كانوا جاراتين فاشكن سخنوه يعني كيتم القضاء على هادك الجاراتين يعني بالنسبة للاقفال ما كيدير لهم لا تسموهم لولو نعم هادا هدا في ما يخص يعني هاد الالبان هادي نعم كين منتوجات اخرى يعني بحال اللباء هاد اللباء ديال الحيوانات تهوه من قوش الناس كيعطوه اهمية ربما تكلموا عن اللباء ربما تكلموا على بعض الاشياء اللي كانوا كيحضروها يعني كيديروه الطهي ديال بعض النشويات في الحليب كيطهيو النشويات في الحليب هاد انتهية يعني كانتوا جبه كبار كين اللبن بحال استعمالات ديال اللبن مكانواش ناس كيشربوه كتير ولكن اللبن كان كيددار مع النشويات سيكوك مع البلبولاد الشعير كيديروه بلاسومول اسميذة ديال الضرر دا ديال الشعير يعني تقريبا جاء الناس اللي كيوقفو عالطرقات يبقيوا سيكوك وحتي بعض المناطق في المدن غير كما قلت شروط صحية تكون مراعاة لان هذه البولة دي الشعير خاصة الطيب مزيان على البخار خاصة التفوار دي ليكون ربعات المرات باش الطيب مزيان لان لما طابتش مزيان غاديوني واحد مزعاجات على مستوى الهبن وهاد الوجبة هدي هي الوجبة السائدة في هاد الفصل يعني فصل الربيع هما ميك يدخل مارس افريل ميجوة هادو كلهم هاد الشهور كان الناس كيكلوا هاد الوجبة بكترة يعني كنشوفو انا الان كينة اللي كيكونوا الناس مسافرين ولي كيكونوا في المدينة كيتسارة وكيتشوفو ذا المكين بعد الباعة لي كيبيعوا هاد الوجبة ذاكي ما قلت يعني لا بأس شي بس ما كيلا الناس تهما ياخدوا حط ريف الفلوس لانا الاجتماع المغربي هو هادا يعني ولكن الشروط صحية يعني شروط النظفة لازم تراعا لانكي وقعو تسممات لانا بعد المرات ما كيراعيوش هاد هاد الشروطة ديو كيكون محجرات يستفي لكوك لك ممكن تنبوح حتى لما كانش طيدا زيان لما كانش فايرا زيان ولا لا قدمت كيقول ليه فالابواغ ديال الباسيليس هاد الوحيد الجروطة ما كتدير طوكسينات في الهداء يعني هاد الباسيليس من اللي كيجي التسمم من نشويات يعني من البلبولة دي الشعير كيكون تسمم يعني فيه ألم شديد علاش لانا التسمم ديال الباسيليس مش بحال دي السطاف يستفي لكوك ربما الطفل غير يتقيه ولا يدير إيسان ولكن الباسيليس كيكون واحد الآلام فضيع يعني الشخص ممكن يبقي يعني يعني مستلقي في الأرض ميقدرش يقف ولذلك انا قلت شروط ماذا فلازم تراعاه ومن تجيد الناس اللي الآئلات والناس اللي قدروه يعدلوها تشي في ضيورهم يكون أحسن علاش لانا قد يكونوا يعني داروا تشي في ضيورهم يفوروا بالبولة دي الشعير بعض المرات كي الطيب مزيان من بعد كي يخلي واحدة تبرد عادي يضيفوا لهالبن عادي يبن على يعني نصف نصف لهالبن أكتر من هاد الشاعير يكون أحسن وهذه هي الوجبان اللي كانت تقريبا كيتغدى بها السكان البادية تقريبا فى الفصل وكانت كتمتل الوجبة المشهورة وتتمتل حتى الوجبة دي الناس اللي كانوا كيخدموا بجهد هذالي كانوا كي نقلوا الربع ولا الحفاظة ولا حاجة الناس اللي كيخدموا بجهد لأنها فيها طاقة وهي فيها طاقة ومريحة كذلك لانا سهلة الهدم لان هذا اللي كيخدم خاصو يكون عنده حاجة تهدم بسهولة وكتعطي حديد هذه هي الوجبة اللي كتعطي حديد للجسم يعني أغنى وجبة من الحديد هي هاد اللي كتطلقة البلبولة دي الشاعير مع البن لماذا؟ لأن البن فيه وحد الفيتاز وحد الأنظيم لي كيحل الحمض الفيتك دي الشاعير وكيطلق يعني كيحرر هادك الحديد والكالسيوم والمانيزيوم والمونغانيز كل هاد الأملاح التنائية كلها كتتحرر ولذلك يعني الامتصاف دي الحديد كيكون أقصى فهو في هاد الوجبة هدي دي اللي كيجتمعوا النشويات مع البن هاد الوجبة اللي كنسميه احنا باللغة دي النسي كوك وما يعني بحثنا على حتى هات اسمية ملقيناهاش ملقينا لا بالأمازيغية ولا بالعربية ملقيناش هاد الاسم نينجا ربما يكون عليهم اسم محلي ولا حاجة وتداول ولكن معروف يعني أصبح معروف احنا نسميه الأشياء بمصنياتها باش الناس يفهموا لانا ما غنتكلموش لهم نتكلموه بلغة أخرى من العليين وهاد الوجبة كيما قلت لا رعاوا الناس شروط مضافا فهي أحسن وجبة لأنك يجتمعوا في النشويات والألحاء ومنتوجات الحليب نعم شكرا جزيلا لكم دكتور محمد الفايدة الأستاذ بمهد الحسن ثاني للزرعة والبيترة لقاءنا بك الجدد يوم غد بإذن الله ان شاء الله